زايد حتى الآن وإجراءات الوقاية من كورونا مستمرة المزيد من التفاصيل ستنضم إلينا الزميلة سيرين ميروان من السليمانية سيرين لك الكلمة تفضل نعم زملائي في الستوديو أهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير وأيضا جميع كادر زاكروز العربية بألف خير والعراق وكردستان بألف خير ومن هنا أحيي أيضا مشاهدي زاكروز العربية زملائي اليوم أنا أقف في أحد المتزهات في السليمانية وهي الساعة الواحدة ظهرا مثل ما ترون الناس قليلية تواجد بسبب الحر وأيضا أعداد السائحين في أقليم كردستان تزداد وخاصة في السليمانية وحتى الآن أكثر من 100 ألف سائح أتوا من جنوب ووسط العراق إلى أقليم كردستان بالأخص السليمانية ومن الممكن أن تزداد إلى 130 ألف سائح أيضا ودائرة الصحة في أقليم كردستان والسليمانية أوعزوا وأشاروا إلى أن المواطنين والسياح يجب عليهم الالتزام بإجراءات كورونا الصحية والعيد مستمر حتى الآن وفي الليالي السليمانية مليئة بالسياح مثل ما ترى ولكن رغم الإجراءات الاحترازية يوجد هناك عدد من الإصابات والوفيات هنا في السليمانية نعم سيرين من السليمانية شكرا جزيلا لك وننتقل